اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة والمثل بيحقي قصة من واقع حياة الناس احداث وشخصيات يرويها الرب كوسيلة ان هو يوضح بيها هذا المعنى وامثال بصفة عامة في الكتاب المقدس كانت ستة انواع من الامثال اللي استخدمها السيد المسيح النوع الاول من الامثال كانت امثال هي امثال التوبة امثال التوبة محبة الله للخطاء منها مثال الخروف الضال الدرهم المفقود والابن الضال والنوع الثاني من الامثال هي امثال الدعوة الله يقدم دعوة مفتوحة للجميع بالخلاص لكل انسان مثل عرث ابن الملك العشاء العظيم والفعلة ومثال العذارة والنوع الثالث من الامثال هي امثال الملكوت اللي هو منها هذا المثل مثال الزارع فيها الانسان يقبل الدعوة يقبل كلمة الله في حياته منها مثال الزارع ومثال الزوان ومثال شجرة التين المغروسة في القرم ومثال الكرامين والنوع الرابع من الامثال هي امثال الوكالة ان بعد ما الانسان قبل الدعوة الله يوكل وناس عن خدمة او عن حاجة معينة وعشان كده بنشوف تتحول الدعوة لامتياز خاص زي مثل العبيد ومثال الوكيل الامين ومثال الوزنات ومثال وكيل الضوم والنوع الخامس من الامثال هي امثال السلوك الروحي زي مثل الفريسي والعشار ومثال قاضي الظلم ومثال السامر الصالح والغني والعادر والنوع السادس من الامثال هي امثال الترك اللي فيها محبة الانسان لله بتخلينه يترك زي مثل الكنز المغفى في حقل ومثال اللؤلؤة كثيرة الثمن ستة انواع من الامثال في الكتاب المقدس بنشوفها النوع اللي بنشوفه النهاردة مثل الزارع هو من احد امثال امثال الايه الملكوت امثال الملكوت في هذا المثل بنشوف اربع طرق يتجاوب بيها الانسان مع كلمة الله اللي بيسمعها الانسان يتجاوب مع كلمة الله من خلال اربع طرق التلاتة الاولانين اللي هي طريق وارض محجرة وشوق والاخيرة اللي هي الارض الجيدة من خلال الاستجابة الانسان لكلمة الله في التلاتة الاولانين بنشوف 3 رسائل النهاردة استجابتنا لكلمة الله ممكن تكون أحنا قلبينا طريق استجابتنا لكلمة الله ممكن يكون قلبينا أرض محجرة استجابتنا لكلمة الله ممكن تكون أرض فيها شوك من خلال التلاتة دولة تعوزين ناخد 3 رسائل النهاردة الطريق المدأ بين الأرض الزراعية المداس اللي بيدوس عليه كل الناس فيتحول من أرض زراعية خصبة من كترة دوس عليها بقية طريق بقية مداس فالطريق أرض مدكوكة صلبة لو وقع عليها البزور مش هتنبت وده قلب إنسان منفتح لكل الأفكار عينه منفتحة لكل النظرات قلبه منفتح لكل المشاعر مشاعر خاطئة منفتح لها قلب منفتح لكل شيء بقي مداس يدوس عليه أي حد أي فكرة أي شعور أي نظرة الطريق بيصل الإنسان قلبه لطريق بعد مرحلة يعني ممكن الإنسان سايب نفسه فترة ويلقى بعد كده قلبه بقى طريق زي ما بالزبط كده في الأرض الزراعية الناس تمشي على جزء من الأرض شوية شوية لغاية ما الجزء دوت خلاص يتحول لطريق ما ينفعشه للزراعة فالإنسان بياخد وقت لغاية ما قلبه يبقى طريق والطريق صلب فيكون الإنسان قلبه قاسي قدام كلمة الله لا يستجيب لكلمة الله تماما الطريق لما بيصبح مداس لكل أحد كل الأفكار كل المشاعر الخاطئة كل الأفكار الخاطئة لما تيجي تاخد هذا الحيس من القلب ما بيبقاش فيه أي مكان تاني لكلمة الله بيقف القلب عن استجابة لكلمة الله يتحجر القلب ويصبح قلب قاسي قلب قاسي المثل دوت في الطريق في استجابتنا لكلمة الله بيديني الرسالة الأولى الرسالة الأولى أن أنا أخلي لبالي وأضع الضوابط الصح في الأفكار أضع الضوابط الصح في المشاعر أضع الضوابط الصح في استجابتي لهذه الأفكار ولهذه المشاعر يكون فيه ضوابط ما سيبش فكري وما سيبش قلبي لأي شيء الدرس الأول هو أن الإنسان يضع ضوابط ويلحق نفسه قبل ما يبقى قلبه طريق في استجابته لكلمة الله الدرس الثاني في الأرض المحجرة الأرض المحجرة أرض بيبقى الطبقة اللي من فوق تربة والطبقة اللي من تحت حجارة وصخر تيجي البذر عليها تنبت لأن فيه تربة بس الجذر لما يدخل مش هيلقى فيه تربة تحته يذبط فيها يلقى تحته صخر فمش هيلقى هذا النبات فتيجي الشمس على هذا النبات قبل ما هذا النبات يبقى فيه ثمر أو غيره الشمس تحرقه الأرض المحجرة هو الإنسان اللي ليه عاطفة من ناحية كلمة الله بس هذه العاطفة وقتية يتعامل مع كلمة الله النهاردة هسمع الكلمة وهتعامل مع الكلمة لكن بصفة وقتية قلب سطحي ليس له عمق فأول تجربة الإنسان بيخش فيها يترك الله ويترك عمل الكلمة في قلبه فأول ألم بيشوفه في حياته يترك الله إنسان بيتأثر بكلمة ربنا لكن أول ما شمس التجارب سواء مرض خسارة وفاة أو غيره ييجي في حياته الإنسان ده هو يترك الله ودي رسالة تانية الأرض المحجرة الأرض المحجرة اللي هو القلب السطحي إذن الرسالة هي أن يكون في علاقتي مع الله لها عمق إزاي يكون لها عمق إزاي يكون علاقتي مع الله فيها عمق أنا ممكن تكون علاقتي مع الله علاقة روتينية صلاة وصوم وإراف الكتاب المقدس وغيره لكن ليس لها عمق العمق ييجي لما الإنسان يختبر الله يختبر الله العمق ييجي لما كل واحد فينا يكون ليه زي ما هو ليه سيرة ذاتية يكون ليه خبرة روحية مع الله آدنا وإعتف المشكلة ديت وربنا أنقذني كان عند الألم دوت وربنا عداني منه والإنسان يكون سيرة روحية في حياته خبرة روحية اللي بيها يقدر الإنسان في أول ألم وأول تعب يقدر الإنسان يستفيد من هذه الخبرة الروحية في حياته ودية اللي بنشوفها في حياة أباء قدسين زي أبينا إبراهيم أبونا إبراهيم قعد ربنا يدي له وعود وهو يشك في الوعود ويعد ربنا يدي له وعد وهو يشك في الوعد لغاية ما اختبر ربنا وبقى قلبه مختبر لله ولما اختبر ربنا لما ربنا قال له اديني ابنك راح على طول استجاب الأرض المحجرة بتديني الدرس أن يكون لي علاقة ويكون لي في هذه العلاقة مع الله عمق اختبار شخصي اختبار روحي مع الله لأن لو تركت القلب بالحجارة اللي فيه مع أي اطراب مع أي ألم مع أي تعب علاقتي مع الله هتموت زي ما هذا النبات بيموت لما بتيجي الشمس الطريق النقطة الثالثة هي الشوك والشوك اللي هو النبات الشوكي اللي بينمو مع النبات العادي اللي هي زي ما قال عنها في معلمنا لؤى بيقول فنبت معه الشوك وخنقه النبات بينمو مع الشوك يعني الإنسان بينمو في حياته الروحية ولكن مع نموه في حياته الروحية بتنمو معاه أشواك تنمو معاه حاجات تانية تخنق هذا النبات في بعض الأوقات زي بالزبط كده دي ما بنشوف الجراس في الباك يارد في البيوت وفيه بيطلع معاها الويد يطلع معاها الويد اللي اتنين بينمو لو ما قدرتش أنضف الأرض من الويد وخليت اللي اتنين ينمو إيه اللي هيحصل الجراس اللي موجود دوت هيدبل وهيموت بينبت الشوك مع النبات وعشان كده في الشوك بنشوف هو استجابة الإنسان لكلمة الله استجابة بتكون فيه استجابة في كلمة الله ولكن معاها برضو في العالم عايش فيه حاجة بتخنق هذه الاستجابة اللي هي بالزبط الإنسان اللي هو سعى لقلبك وسعى لربك مع الله ومع العالم مع الاتنين مش قادر يسيب أي من الاتنين في وقت ما هتخنق هذه النبات كلمة الله هتخنق الشوك هيخنق هذه الكلمة في التلات أناجيل متة ومرقص ولوءة ذكر ايه أنواع الشوك اللي ممكن تخنق كلمة الله ايه أنواع الشوك اللي ممكن تنمو في حياتنا وممكن تخنق كلمة الله فذكر معلمنا متة ومرقص عن هم هذا العالم وعن غرور الغنى وذكر معلمنا مرقص عن شهوات سائر الأشياء وذكر معلمنا لوءة عن هموم الحياة وغناها ولذاتها التلات أناجيل ذكروا هذه الأشواك هم هذا العالم وغرور الغنى وشهوات الأشياء وهموم الحياة وغناها ولذاتها اللي ممكن نقسمها لنوعين النوع الأول بيكون ناتج عن كثرة المال والخير في حياة الإنسان فالإنسان يبقى فيه غرور والغرور بالمعنى اليوناني في الترجمة اليونانية معناها خداع إن الإنسان عنده لكن هو مخدوع هو عاوز تاني عاوز أكتر ولذات الحياة غرور الغنى ولذات الحياة اللي تنظر في الكاتوجري الأولاني اللي هو ناتج عن كثرة المال والخير في حياة الإنسان لكن برضو الإنسان عاوز تاني والنوعية التانية اللي هم هم هذا العالم وشهوات سائر الأشياء ده اللي ناتج عن الفقر والاحتياج إن الإنسان يكون فيه احتياج دوت بينتج عنه هم هذا العالم الإنسان يبقى مهموم ومشغول شهوات سائر الأشياء يبقى نفسه يكون عنده كذا وكذا الحاجتين دولة ممكن يخنقوا كلمة الله ودولة اللي هي حرب معروفة بيحاربنا بيها الشيطان هي حرب ايه المشغولية حرب مشهورة خالص مع الشيطان بيقدر فيها يحارب بيها الإنسان حرب المشغولية اللي بيها يقدر الإنسان بينمو في حياة الروحية لكن في نفس الوقت يلقى برضو فيه شوك عمال ينمو لغاية في وقت ما الشوك دوت بعد كده بتلقاه بقى شوك انتهازي جذره بقى أقوى وجذره بقى أعمق ياخد كل الغذة بتاع النبات الأساسي النبات الأصلي فدلوقتي يجي في وقت معين هذا الشوك ينمو بصفة أكبر وبصفة أقوى ويموت النبات حرب المشغولية مهم أن الإنسان يلتفت لها عشان كده رسالة الثالثة النهاردة أن الإنسان ينتبه لهذه الحرب حرب المشغولية في حياته اللي ممكن في وقت ما رغم أن الإنسان بيجاهد ويسعى في حياته روحية لكن المشغولية ممكن في وقت ما تخنق هذا الشوك تخنق هذا النبات ده اللي قال عنه في معلمنا متة إلى صحة 24 بتكلم عن خطية الناس اللي عاشت أيام نوح والناس اللي هتبقى تعيش في الوقت الأخير بيقول السيد المسيح بيقول إيه كما كانت أيام نوح كذلك يكون أيضا مجيء ابن الإنسان لأنه كما كانوا في الأيام التي قبلت طوفان يأكلون ويشربون ويتزوجون ويزوجون إلى اليوم الذي دخل فيه نوح الفلك ولم يعلموا حتى جاء الطوفان وأخذ الجميع كذلك يكون أيضا مجيء كل هذه الأعمال هي ليست خطية يأكلوا ويشربوا ويتزوجوا ويزوجوا ليس في هذه الأعمال أي خطية ولكن للأسف الإنسان هلك بسبب اهتمام بكل هذه الحاجات هلاكوا بسبب مجغوليته هلاكوا بسبب أنه أن الخطيئة في المشغولية نفسها وليس في هذه الأعمال عطلتهم عن الملكوت عطلتهم عن الحياة الأبدية عشان كده التلت رسائل النهاردة اللي هو في مثل الزارع اللي هو أحد أمثال الملكوت اللي هو الطريق للملكوت بناخد فيهم التلت رسائل دولت أولا أن لا يكون قلبي طريق في استجابته لله منفتح للعالم بكل أفكاره وبكل العواطف الخاطئة اللي ممكن تدخني في خطية وإنما يكون فيه ضوابط في حياتي وقال لا يكون قلبي أرض محجرة تكون يبقى فيه نبات بيمه لكن بعد ما تيجي ألم وتجارب وصعاب ييجي بعد كده ما يبقاش فيه علاقة في علاقة في عمق في علاقتي مع الله فالنبات بتاعي وكل اللي عملته يضيع كل جهاد اللي عملته يضيع لكن يكون لي خبرة روحية ويكون لي جهاد وفي هذا الجهاد يكون لي خبرة وفي الرسالة الثالثة ألا يكون شوق في حياتي أنتبه لألا الشوق ينبت مع النبات فيخنق كلمة الله في وقت وده بسبب المجغولية إلهنا يعطينا أن نكون أرضا جيدة لإلهنا كلما كدو كرامة من الآن وإلى الآبد أمين بلحق